كنت أعمل في إحدى البلاد العربية وقد جئت إليها وشهر رمضان ما قبل الماضي في بدايته وقد صمت الأيام الأولى ولكنني عملت عملا شاقا فأفطرت ما تبقى من أيام رمضان لشدة حاجتي إلى العمل وقد زاولت أعمال أخرى بعد ذلك وكلها شاقة ولم أستطع قضاء الأيام التي أفطرتها حتى جاء رمضان الثاني وقد صمت الأيام الأولى أيضا وأفطرت الباقي وإلى الآن أزاول أعمالا شاقة فهل علي القضاء والكفارة أم القضاء فقط أفيدون أفادكم الله يجب على المسلم أن يهتم بدينه ولسيما أركان الإسلام الخمسة لصيام شهر رمضان وأن لا يتساحل في ذلك أو يلتمس المعاذير للتخلص من الصيام والإفطار في نهار رمضان الله تعالى إنما أباح الإفطار للمريض وللمسافر وللمرأة الحائض والنفساء هؤلاء هم الذين أباح الله لهم الإفطار وكذلك الإفطار للمريض مرضا مزمنا والكبير الهرم هؤلاء أباح الله لهم الإفطار لنهار رمضان أما العمل الشاق هذا لا يبيح الإفطار وعلى المسلم يكيف عمله حسب ما يستطيع مع الصيام يجعل العمل خاضعا للصيام ولا يجعل الصيام خاضعا للعمل يصوم رمضان ويعمل العمل الذي يستطيع معه الصيام ولا يكلف نفسه العمل الذي لا يستطيع أن يصوم معه والعمل الشاق هذا يتركه لغير رمضان أما ما وقع منك من أنك تركت الصيام لأجل العمل الشاق كما ذكرت لسنتين هذا يعتبر خطأ منك كان الواجب عليك أن تسأل قبل أن تقع في المحذور أما وقد وقع هذا الشيء فيجب عليك القضاء يجب عليك القضاء ما أفطرت والتوبة والندم على ما فعلت ويجب عليك مع القضاء عن أيام رمضان الأول أن تطعم عن كل يوم مسكينة تقضي عدد الأيام وتطعم عن كل يوم مسكين ومقداره نصف ساعة عن كل يوم من الطعام أما رمضان الموالي هذا يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها منه فقط بدون طعام هذا يلزمه القضاء فورا قبل حول رمضان القادم يلزمه قبل حول رمضان القادم لا يجوز له أن يدخل عليه رمضان القادم إلا وقد فرغ ذمته مما سبق مهما استطاع ذلك أحسن الله إليكم